التمرين الأول يقول تم تقسيم هذا المربع إلى سبع مثلثات وحدد نوع كل مثلث إذن هنا سوف أحتاج إلى المثلث المسطرة والبركار لتحديد الخاصيات التمرين الثاني يقول أنشئ مثلثا قائم الزاوية إذن بالنسبة لهذا التمرين كل مطلوب منه هو إنشاء مثلث قائم الزاوية ليس هناك خاصيات أخرى إذن هنا أول شيء سنأخذ المسطرة إذن سنقوم برسم دلع الأول ثم تحديد رأسي المثلث هذه الطريقة ثم نأتي بالمثلث بالكالعادة لرسم مثلث قائم الزاوية يجب أن نستعمل المثلث القائم الزاوية بهذه الطريقة ثم نستعمل لرسم الزاوية تحديد مقطع الزاوية nomor إذن هكذا نكون قد رسمنا مثلثا قائم الزاوية التمرين الثالث يقول أنشئ باستعمال بركار مثلثا جميع أضلاعه متقاييسة وطول كل ظلع 2 سنتيمتر بمعنى المطلوب مني أن أرسم مثلثا متساوي الأضلاع طول كل ظلع 2 سنتيمتر إذن سوف أحتاج إلى أداتين أساسيتين هما المسطرة والبركار أول شيء سوف أخذ المسطرة وأرسم ظل طوله 2 سنتيمتر بهذه الطريقة 2 سنتيمتر أحدد طبعا دائما أحدد رأسي المثلث الآن آتي بالبركار أضع الإبراء فوق الرأس الأولى أقوم بتحريك البركار وتحديد فتحة البركار بحيث تساوي الضلع الذي رسمته أولا أقوم بتحريك البركار طبعا دون تحريك فتحته وأقوم برسم القوس الأولى ثم أقوم بتحريك البركار وكالعادة دون تحريك فتحة البركار ثم أقوم بمحاولة رسم القوس الثانية من أجل حصول على نقطة إذا النقطة التلاقي ستكون هي مكان التقاء القوسين سوف أتي بالمستر الآن وأصل بين الرؤوس المحصل عليها بهذه الطريقة ثم أحرك من السراجة الأخرى وأقوم برسم الضلع الثالثة بهذه الطريقة وهكذا نكون قد حصلنا على مثلث متساوي الأضلع تمرين أربعة يقول أنشئ مثلثا بحيث قياسه ثلاثة سنتيمتر قياسه أربعة سنتيمتر وأصي قياسه خمسة سنتيمتر إذن سوف نحتاج لهذه العملية إلى مستر ثم البركار أول شيء سنقوم به سنقوم برسم الضلع الثالثة الضلع A B طوله ثلاثة سنتيمتر إذن كالعادة سأنطلق من التدريجة السفر إلى أن أصل إلى تدريجة ثلاثة بهذه الطريقة ثم أحدد النقطة A و B أقوم برسم القطعة A C أولا أخذ البركار وأفتح فتحة البركار إلى أن أصل إلى تدريجة خمسة إذن هكذا بهذه الطريقة يتكون لدي فتحة البركار طولها خمسة سنتيمتر إذن أضع الإبرة على النقطة A إذن هنا سوف أقوم برسم تحديد النقطة C بالنسبة لأ C خمسة سنتيمتر إذن هرقوا البركار بهذه الطريقة وأرسموا القوس بهذه الطريقة الآن سوف أقوم برسم قطعة B C القطعة B C طولها أربعة سنتيمتر إذن كالعادة أضع الإبرة على الصفر ثم أحرك فتحة البركار إلى أن أصل إلى القياس أربعة سنتيمتر أخذ الإبرة هذه المرة البركار وأضع الإبرة فوق النقطة B لأنني أحاول رسم قطعة B C الآن التي طولها أربعة سنتيمتر بهذه الطريقة أكون قد حصلت على نقطة ثالثة وهي النقطة C الآن يكفي أن أخذ المسترة وأن أصل بين النقطة المحصل عليها A B C هذا أكون قد رسمت المثلث A B C A B طولها ثلاث سنتيمتر A C طولها خمس سنتيمتر A B C طولها أربعة سنتيمتر تمرين خمسة يقول أقدر ارتفاع الشجر علما أن قياس الرجل في الصورة هو مئة وسبعين سنتيمتر إذن الشجرة هالطولها ستة أمتار ثمانية أمتار أربعة أمتار أم عشرة أمتار إذن لاحظوا طول الرجل بمقارنة مع الشجرة إذن نستنتج أن طول الشجرة سيكون أربعة متر بالنسبة للتمرين السادس المطلوب هو إنجاز التحويلات التالية إذن أربعة كيلومتر وخمس سين متر أحولها إلى المتر عشرة ديكمتر وسبعة ديس متر أحولها إلى الدييتس متر وستمائة متر ٥ ديكا متر أحولها إلى المتر كالعادة من أجل إنجاز التحويلات لا بد من رسم جدول التحويلات والعمل عليه تمرين سبعة ذهبت الحاجة فاطمة يوم الأحد إلى السوق الذي يبعد ب750 متر عن البيت لشراء ما يلزم لأسرتها وعند عودتها تذكرت أنها نسيت شراء السمك فعادت مرة أخرى من نفس الطريق إلى السوق كم مرة قطعت الحاجة فاطمة المسافة الفاصلة بين البيت والسوق؟ هل هي مرتين، ثلاث مرات أم أربع مرات؟ ما المسافة الإجمالية التي قطعتها الحاجة فاطمة بالكيلومتر؟ إذن الحاجة فاطمة ذهبت المرة الأولى إلى السوق ثم عادت إذن هنا لدينا مرتين ثم عند عودتها إلى المنزل تذكرت أنها نسيت شيئا ما فرجعت مرة أخرى إلى السوق ثم عادت من السوق إذن فينا لكم كم من مرة قطعت الحاجة فاطمة هذه المسافة؟ نعم حسن جدا هي أربع مرات إذن ما المسافة الإجمالية التي قطعتها الحاجة فاطمة؟ طول المسافة مرة واحدة هي 750 متر إذن لدي طريقتين لحسابها إما أن أستعمل عملية الضرب أو الجمع المتكرر إذن 750 متر تكررت أربع مرات إذن للتعبير عنها بعملية الضرب سأقول 750 ضرب أربعة وإذا أردت أن أستعمل الجمع سأجمع 750 متر أربع مرات إذن 750 زائد 750 زائد 750 زائد 750 زائد 750 تساوي 3000 متر عند وضع 3000 متر في الجدول ولأن السؤال الأخير طلب مني حساب المسافة الإجمالية التي قطعتها الحاجة فاطمة بالكيلومتر إذن سأحول 3000 متر إلى الكيلومتر إذن سأحصل على 3 كيلومتر وبالتالي فإن الجواب سيكون هو 3 كيلومتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر